السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحل على الدرس الثامن والتاسع صفحة تلاتة وتسعين من كتاب الأضواء الصف السادس الابتداء. سأل اول اختر الاجابة الصحيحة. اشتر عماد مصدرة بمبلغ عشر جنيه. اشترينا مصدرة بمعينة كم؟ بعشر جنيه. وكان معينة مين جنيه. فان نسبة المقوية. عايز النسبة المقوية هي النسبة المقوية هي النسبة حدها الثاني مئة. النسبة المقوية هي نسبة حدها الثاني مئة. لما اكون عايز احاول العدد اللي عندي النسبة مقوية اضرب في مية على مين? طيب. لازم ابعارفة اكتر الاول الجزء. عندي حاجة اسمها الجزء وعندي الكل وعندي النسبة المقوية. عندي الجزء والكل والنسبة المقوية. تعال نشوف هنا. هو هنا عايز النسبة المقوية. هو عايز النسبة المقوية بدا المجهول اللي انا معرفوش. بقول اشتراع مياد مصطرة بمبلغ عشر جنيه. كان معاه مية جنيه يعني الكل بتاعنا كان مية جنيه. والجزء اللي هو عشر جنيه. هو عايز مين? عايز النسبة المقوية. فبيقول ايه? فان النسبة المقوية التي تمثل اه سمن المصطرة القيمة المجهولة في المسألة. ايه المجهولة عندنا? النسبة المقوية دي ما فيش فيها حاجة. طيب السؤال اللي بعده فصل بيه ستين تلميس. يعني الفصل كله ستين تلميس. ده الكل. غاب منهم ما يمثل عشرين في المية. يعني دي النسبة المقوية. ده كده الكل. وده كده النسبة المقوية. بقي لي مين? بقي لي الجزء. يبقى من غير ما ندور هو عايز ايه? القيمة المجهولة اللي هي الجزء. كلام سهل ما فيش في حاجة. انفق سليم مبلغ الف ومئتين جنيه من راتبه. ده طبعا مش راتب كله. ده كده الجزء. ما يمثل اربعين في المية. ده النسبة المقوية. لستنى مين? لستنى الكل. يبقى هو عايز القيمة المجهولة. يبقى يتكلم عن الكل. تعال نشوف السؤال اللي بعده سؤال رقم اربعة. بسم الله. عربة نقل حمولتها سبعين طن. عندي عربية حمولتها سبعين طن من الخضروات. فسدت منها عشرة في المية. فما مجدار الحمولة التي فسدت. تعال نشوف الجزء الاول نو. ويهي الكل. وناخد النسبة المقوية. ده كده النسبة المقوية. دي عربة نقل حمولتها سبعين طن. يعني ده الكل. تمام. هو عايز مين بقى? لسه بقيلي مين? بقيلي الجزء. هنا بقى هنقول له طالما انت عايز الجزء هنضرب او عايز الجزء اعمل ايه? هضرب هضرب الكل اللي عندي في النسبة المقوية اللي موجودة معي. عايز الجزء هضرب الكل في النسبة المقوية. عايز الجزء هضرب الكل في النسبة المقوية. هاخد السبعين اضربها في النسبة المئوية اللي هي 10% معناها 10 على 100 تمام كده هنشيل 0 من هنا مع 0 من هنا وشيل 0 من هنا مع 0 من هنا تبقى لي 7 يبقى ناتك 7 يبقى لما يكون عايز الحتة الصغيرة الجزء الصغير بضرب على طول ايه الرقمان اللي معاي في المسألة نسبة المئوية والكل لكن لو عايز الكل بضرب الجزء اللي هو اللي معايا في المسألة في مقلوب الكسر مش في الكسر على طول هنا انا ضربت في ايه في الكسر لما يكون عايز الجزء. لما يكون عايز الجزء اللي هو الحتة الصغيرة. بدرب على طول في النسبة المئوية يهدينا على طول الجزء اللي انا عايز. لكن لو هو كان عايز الكل هضرب في مقلوب الكسر. تعال نشوف الرقم خمسة اشترا شادي هاتفا ودفع مبلغ الف جنيه من ثمن. شادي دفع مبلغ الف جنيه من ثمن. يعني ده مش ثمن كله. يعني ده الجزء. فازا كان هذا المبلغ عشرين في ده كده كمان النسبة المقوية. فمن السمن الكلي للهاتف. فان سمن الهاتف يعني عايز الايه? عايز الكل. هنا عايز الكل مش عايز الجزء. عايز الكل هاخد الجزء اللي هو الف جنيه اضربه في مقلوب الكسر. اللي هو عشرين في المية خليها عشرين مية على عشرين. هنشيل صفر من هنا مع صفر من هنا. هنا عاشرة على الاتنين هتديني خمسة. خمسة في الالف بخمس تلاف. خلاص? يبقى الفرق من الجزءين اللي هو ده. ايه الفرق? ان هو لو عايز الجزء عايز الحتة الصغيرة اضرب على طول. عايز الحتة الصغيرة اضرب على طول. اضرب في ايه? اضرب في النسبة المقوية اللي معاي. خلاص? لكن لو عايز الكل اللي هي الحتة الكبيرة اشياء اللي ببقى مقلوب الكسر. هي سهلك المسألة في الحل وتبقى خطوة سهل. لده تاجي فاكهة اه تمانين صندوق فاكهة. تمانين صندوق ده الكل. تمام? فسد منه اربع سندين. فسد منه اربع سندين. هنا بقى ده القانون التالت اللي هو النسبة المقوية. النسبة المقوية باخد الجزء على الكل الجزء اللي هو فسد على الكل في مية. الجزء في مية في المية او مية على مية. تمام كده? طيب. هنا عايز النسبة المقوية طبعا الفي المية هتخرج معي برها وهاشيل الصفرين من صفر من هنا مع صفر من هنا. هيتبقى لي هنا عشرة وهنا اربعة وهنا تمانية. هنسم على الاتنين. هسم على الاتنين هتديني خمسة. هسم على الاتنين هتديني اربعة. خمسة على الخمسة هتديني واحد. والواحد في خمسة بخمسة في المية. نقولها تاني هو هنا جاب الكل وجاب الجزء. يبقى انا عندي تلات حاجات. يا يكون محتاج الجزء. يا محتاج الكل يا محتاج النسبة المقوية. لما يكون محتاج الجزء اضرب على طول. لما يكون محتاج الكل اضرب في مقلوب النسبة المقوية. لما يكون محتاج النسبة المقوية نفسها خد الجزء على الكل في 100%.程 الجزء على الكل في 100% وتعال نشوف السؤال اللي بعضه. سؤال الرقم 2. بسم الله. لاحظ النمازجات طالية ثم لحدد القيمة المجهولي. طبعا انا وعند هنا النسبة المقوية اخرها 100. في كل الاعداد اخرها 100 لانها نسبة المقوية حتى السانية ماء. كمية الفاكهة بالكيلو جرام? مجايب لفاكهة الف جرام وهنا مية النسبة الميعز كومية الاكس. طبعا هنا مقطع عشرة. هنا عشرة وهنا عشرين وهنا تلاتين اربعين خمسين لحد المية. طيب هنا مقطع كم? هنا اخر حاجة عندي الالف. الف وانا مقطع عشرة. الف على العشرة. هنشيل صفر مع صفر. يعني الجزء من هنا بمية. يعني دي كده مية كده متين كده كم? كده تلتمية. يبقى عندي كومية الاكسة عندي كام? بتلتمية. تعال نشوف السؤال اللي بعده. عندي هنا تمنمية طن. عايزة كومية الجزء. انا مقطع كم? دول كده عشرة. تمنمية على العشرة. شيل صفر مع صفر. يبقى الجزء عندي بتمانين. ادي هنا تمانين وهنا تمانين وهنا تمانين وهنا تمانين وهنا تمانين وهنا تمانين وهنا تمانين لحد ما يقف عندي لحد الجزء ده. تعال بقى نعد ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة سبعة في تمانين وهنضرب سبعة في تمانية بستة وخمسين ومعنا صفر بنزله يبقى خمسمية وستين ونشوف السؤال اللي بعده اكمل ما يلي عايز النسبة المقوية النسبة المقوية الجزء على كل في مية الجزء على الكل في مية في المية تمام كده الجزء عندي خمستاشر والكل عندي تلتمية هضرب ده كله في مية في المية تمام طبعا في المية خرجة برا معي لان هو عايزها في المية هنشل الصفرين من البسط مع صفرين من المقام اتبقى لي خمستاشر على التلاتة هتتديني خمسة في المية ونشوف السؤال اللي بعده عايز النسبة المقوية الجزء على كل في مية النسبة المقوية يبقى الجزء على كل في مية تعال ناخد الجزء هو بيقول لي النسبة المقوية مثل خمس وسبعين تلميز من اجمالي خمسمية يعني قد الخمس وسبعين تلميز والاجمالي بتاعي كان خمسمية في مية في المية الفي المية هتخرج بر هنشيل صفرين مع صفرين وهقسم الخمسة وسبعين على الخمسة هتديني خمسة خمسة في خمسة بخمسة وسبعين والع заключ العددلة لازي 20% منه يساوي 8 العددلة لازي 20% منه يساوي 8 العددلة لازي 20% منه يساوي 8 يعني 20% من العدد بيساوي 80 طيب دي امشيها بقى احفظها ازاي منه ده يعني هو هنا مش عايز الجزء ده منه ده يعني الكل منه ده يعني الكل ولما كنت بقولك احنا عايزين الكل كنت بضرب في مقلوب النسبة المقوية كنت بضرب في مقلوب الكسر اللي عندي يعني باخد التمانين اضربها في مقلوبها اللي هي 100 على 20 بدل ما هي 20 على 100 طيب واحفظها بطريقة اسهل شوية النسبة المقوية سهلة جزء على كل فمية العدد الذي منه شألب العدد الذي منه شألب العدد من المبلغ اضرب على طول من غير ما تشألب كأنه عايز الجزء امين برضو اضرب على طول كأنه عايز الجزء تمام كده تعال بقى نشوف هنا الارقام بدعين بسم الله شل صفر من هنا مع صفر من هنا 10 على 2 هديديني خمسة دي الخمسة خمسة في تمانية باربعين ومعايا صفر بنزله يبقى 400 نشوف التاني منه يعني بشألب منه يعني عايز مين منه يعني عايز الكل بقولي عدد عشرة في المية منه بيساوي خمسين يعني الكل كان مش مكتوب الكل وانا بشألب الكل باخد الخمسين اضربها في مقلوب الكسر اللي هو المية فوق والعشرة تحت وانشوف هنا مع صفر من هنا تبقى لعشرة في خمسين بخمسوية طيب من اضرب على طول خد الستمية من غير ما نقرأ المسألة في اتنين وعشرين عالمية دي كوانين محفوظة من زمان اضرب بقى الاتنين في ستة باتناشر ومعانا الواحد الاتنين في ستة باتناشر ومعانا كبير واحد يبقى طارتاشر برضه من اضرب على طول كده اضرب على طول وخدمek بين mind اضرب contradi45 على 100 تمام كده شكص الصفرين مع صفرين اتنين في 45 وينديني tenא ونشوف الصفحة التانما كده تمام يبقى عندي ثلاث حاجات عندي اكتر الحاجة احفظهم الاول لما يكون عايز الجزء اضرب في النسبة المقوية على طول لما يكون عايز الجزء اضرب الكل في النسبة المقوية لما يكون عايز الجزء عايز الكل اضرب في مقلوب الرسم النسبة المقوية يعني ايه هو؟ لو هو عايز النسبة المقوية نفسها خد الجزء عالكل في مية في المية لو هو عايز العدد وقال لي منه ومن قال لي منه اضرب في المقلوب قال لي من اضرب على طول من غير مقلوب وتعلن في هذه الصفحة التالية بسم الله السؤال رقم اربعة اقرأ المسائل الاتية ثم اكمل الجدول كما بالمسائل اول حاجة عندي بيقوليه دفع عزي 200 جنيه لشراء بانطور دفع ده كل المبلغ اللي دفعناه في التخفضات فاذا كان سعره قبل التخفض قبل التخفض 600 جنيه فانه نسبة المقوية نسبة المقوية ده يعني الايه المجهول القيمة المجهولة اللي انا معرفهاش تمام طيب من الكل هو قبل التخفض كان ب600 جنيه طب من الجزء اللي احنا دفعناه اللي هو المتين جنيه بس كده بس كده تعالي نشوف الرقم اتنين باع صاحب مكتبة كمية من الكتب وهذه الكمية مية وعشرين كتاب من كتب الرياضة فاذا كانت النسبة المقوية 80% تحت النسبة المقوية حط 80% طيب فان العدد الكل عايز العدد الكل يبقى ده المجهول اللي احنا ما نعرفوش تمام يبقى الرقم التاني في الجزء تعالي نشوف الرقم ثلاثة ومش عايز حل لا مش عايز حل تعالي نشوف الرقم ثلاثة بسم الله فصل بيها 40 تلميذ يعني الكل 40 غاب منهم 10% يعني النسبة المقوية 10% لسه مين عدد الغائبين ده الجزء يبقى ده قيمة المجهول وتعالي ننزل تحت في سؤال الرقم خمسة اجب عمياتي بإيجاد النسبة المقوية بسم الله بقولي الفصل بهي 20 تلميذ الفصل كله ده الكل اه 20 تلميذ اذا كان عدد التلميذ اللي زين يرتدون ونظرات في الفصل هم 6 ده الجزء عايز النسبة المقوية الجزء عكل في 100 ده 6 على 20 في 100 في المية تمام هنا المية الفل مية هتطلع عشان هو عايز نسبة مقوية هنشير صفره من البسط مع صفره من المقام تمام هنسمع عشرة فوق على الاتنين هتديني خمسة خمسة في ستة بتلاتين تلاتين في المية ونشوف السؤال الرقم اتنين حديقة بقى 120 حيوان و 72 منهم زرفات الحديقة كلها ده الكل مية وعشرين 72 ده الجزء عايز النسبة المقوية الجزء على الكل في 100 في المية الناتج معاك 100 في المية برا الاول وهنبسط شيل صفر مع صفر هاسم هنا على الاتنين هتديني خمسة هاسم على الاتنين هتديني ستة تمام هنضرب البسط مع البسط والمقام مع المقام تعالى نضرب الاتنين في خمسة ب عشرة صفر ومعانا الواحد الخمسة في سبعة بخمسة وتلاتين وواحد ستة وتلاتين على الست تعالى نقسم ستة وتلاتين على الستة فيها الستة ومعانا صفر بنزله يبقى ستين في المية وبعد النسبة المقوية نشوف الرقم تلاتة اكل رومي خمس قطع من الحلوى أصل عشر قطع خمس قطع من الحلوى ده الكل لا اده الجزء خمس قطع من أصل الجزء فعايز النسبة المقوية يبقى عندي الجزء خمسة وكل عشرة في مية في المية خلي المية في المية برة شيل صفر مع صفر اتبقى لي خمسة في عشرة بخمسة ونشوفوا السؤال رقم أربعة مكتبة بها تلتمية كتاب مية وعشرين كتاب منهم تصمف كتابا دينية كتب دينية عايز النسبة المقوية أنا عندي مية وعشرين على التلتمية في مية في المية ادي في المية برة وتعالى نبس شيل صفرين مع صفرين نشر على التلاتة تدين أربعة ومعي صفر بنزله وبربعين في المية وتعالى نشوف السؤال رقم خمسة بسم الله بقول الجدول التالي يمثل توزيع الأنشطة المشتركة بها مية وثمانين تلميس في المدرسة لوحزة الجدول سمعك ما النسبة المقوية لتمثل عدد التلميذ المشتركين في المشروعات الفاني فين الفاني؟ الفاني ستة وتلاتين تمام الفاني ده اللي هو مين؟ اللي هو الجزء الفاني ده اللي هو الجزء طب والكل كلهم مية وتمانين هضرب في ايه؟ هضرب في مية في المية النتج معنا ادي في المية بره عشان هو عايز النسبة المقوية تمام كده هنبسط هنشيل صفر من هنا مع صفر من هنا تعالى نقسم على الاثنين فوق وتحت هقسم على الاثنين هتديني خمسة هقسم على الاثنين هتديني تسعة تعالى نقسم ستة وتلاتين على التسعة هتديني أربعة الاربعة في خمسة هتديني عشرين سؤال بقى النسبة المقوية مثل عادة تناميذ في النشاعات الثقافي التناميذ في النشاعات الثقافي تسعين هما كلهم مية وتمانين في مية في المية خلي المية في المية خلي في المية بره طلعين هي تكشير الصفر مع الصفر تمام نقسم تسعين خلينا نقسم دي الأول كمان مر هنسم على الاتنين هدي الديني خمسة هنسم على الاتنين هدي الديني تسعة تسانعة تسعة فيها العشرة العشرة في خمسة بخمسين السؤال اللي بعده سؤال الاخير من نسبة المقاوية تماثل عدد تلميذ المشتركين في نشاط الرياضي اربعة وخمسين تلميذ من مية وتمانين في مية يساوي نسبة المقاوية بتاعتك اول حاجة تنزلها هنقسم هنشل صفر مع صفر هقسم على الاتنين هدي الديني خمسة هقسم على الاتنين خلاص حفظنا هتديني تسعة أربعة وخمسين على التسعة فيها الستة الستة الخمسة في ستة هتديني تلاتين في المية وتعالى نشوف الصفحة التانية سؤال رقم ستة بسم الله هوفو فيديو بس طويل شوية هجيب عمياتي بإيجاد قيمة الجزء هنا عايز قيمة الجزء الجزء بضرب الكل في النسبة المقاوية 30% тотالما عايز قيمة الجزء حكوم بتصغير تالةين تنزل عشرة في المية منهم يرتدون ملابس حمراء الفصل كله 30 تلميز كيف trouw لامن نستخدم عمية صفحة التانية لتسعة هنشيل صفر من هنا مع صفر من هنا وشيل صفر من هنا برضو مع صفر من هنا اتبق لي كام عدد تلاميذ اللي بارتده احمر تلات تلاميذ وتعال نشوف رقم اتنين هنا هو بريحنا وقال لنا هو عايز الجزء عايز الجزء هنضرب على طول هناخد التلتمية وتمانين اضربها في اربعين في المية هياخد التلتمية وتمانين اضرب في اربعين في المية اللي هي اربعين على مية هنشيل صفر من هنا وصفر من هنا وهنشيل صفر من هنا مع صفر من هنا تمام؟ اتبقى لهنا الاربعة في تمانية وثلاثين و تعالى نضرب الاربعة في تمانية باثنين وثلاثين و معنا الgestacci و معنا ال3 the 3 4 12 12 13 13 13 13 15 يبقى عدد البنين 152 عدد البنين في المدرسة 152 تلميز و تعالى نشوف الرقم 3 هنا لده حسام 20 مسألة في وجب رى ديوت قنها 60% منها عدد المسائل هاخد العشرين اللي هو الكل اضربه في الستين في المية على مية هنشيل صفر مع صفر هنشيل صفر مع صفر اتنين في ستة باثناشر يبقى عدد المسائل اللي دي انا يا حسام اتناشر مسألة تعال نشوف السؤال اللي بعد وسأل رقم أربعة بسم الله اذا كان سبعة وثلاثين في المية من سكان منطقة هماء عمرهم اقل من ثمانتاشر فان العدد الكل لزكانة زي المنطقة هو سبعمية نسم عايز عدد الاشخاص الاقل من ثمانتاشر هاخد برضو السبعمية في سبعة وثلاثين على فعلمية وهنشيل الصفرين مع الصفرين هتبقى للسبعة في السبعة وثلاثين تعال نضرب سبعة في سبعة بتسعة واربعين ومعنا الاربعة التلاتة في سبعة بواحد وعشرين واحد وعشرين واربعة خمسة وعشرين طبعا عدد الاشخاص يبقى شخص ندخل حالها سؤال رقم خمسة الجدوى المقابل يعبر عن النسب المئوية العدد من انواع الحيوانات في محمية طبعية فان العدد الكل للحيوانات بيسوي خمسمية وستين تمام ده العدد الكل للحيوانات بيسوي خمسمية وستين يعني هو عايز الجزء هاخد الايه عدد الغزلان الغزلان كام الغزلان عندي خمسين في المي بسم الله ادي خمسين الخمسمية وستين الاول العدد الكل حيوانات خمسمية وستين ده العدد الكل هاضرب بقى ثمين هاضرب في النسبة المئوية خمسين في المي اللي هي خمسين على مية تمام هو هنا عايز العدد الكل لما يكون عايز العدد الكل قصد لما يكون جايب العدد الكل يوبا هو عايز الجزء عايز الجزء بضرب على طول زي فوق بالضبط نكمل ضرب هنشيل صفر مع صفر صفر مع صفر تمام نضرب بقى الخمسة في ستة خمسة في ستة يديني تلاتين صفر معانا الثلاثة خمسة في خمسة وعشرين وتلاتة تمانية وعشرين يوبا 200 و 80 غزالة عدد الغزلان 280 غزالة وتعنا نشوف السؤال اللي بعد عدد الزرافات الزرافات كام عشرة العدد كله خمسمية وستين في العشرة على مين تعال نشيل صفر 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 هنا هتنزل زي ما هي ستة وخمسين زرافة سؤال جيم معدد القروض في معنا كم ارد اخدوا الخمسمية وستين اضرب في اربعين في المية هي هي نفسها الاربين على مئة شيل صفر وشيل صفر وشيل صفر وشيل صفر وهنضرب الاربعة في ستة وخمسين الاربعة في ستة واربعة وعشرين ومعنا الاتنين الاربعة في خمسة بعشرين عشرين واثنين يبقى ده قرد كده احنا جبنا الجزء كل المسائل اللي فاتت دي كان عايز الجزء لما يعوز الجزء بضرب على طول لما يعوز الجزء بضرب على طول لما يعوز الجزء هنشلب تعال نشوف السؤال رقم 7 بسم الله هنا بيقولي اجيب عمياتي بجيات قيمة الكل قيمة الكل يبقى كل المسائل اللي معك هتشلب كل المسائل النسبة المقوية هتتشلب بيقولي انتهى مازن من حل 15 مسألة من وجب الرياضيات وبدأت وبذلك يكون قد انتهى من 60% من الوجب فان العدد الكلي عايز العدد الكلي هاخد الخمستاشر اللي معانا اضربها في مقلوب الكسر بدل ما اضرب في 60 على 100 هاضرب في 100 على 60 وتعال نشوف السفر مع سفر وهنبسط هقسم على على ال 2 هتديني 5 هقسم على ال 2 هتديني 3 هاسم هنا على الثلاثة هتديني 1 خمسشرة على الثلاثة فيها الخمسشرة على الثلاثة في الخمسة خمسة في خمسة بخمسة وعشرين يبقى العدد الكل لما سائل وخمسة وعشرين مسألة برضو هنا عايز الكل الكل هاخد الخمسة وعشرين من غير القراءة وهضرب على طول المية فوق والخمسين تحت وهنبسط هشيل ده مع ده 10 على الخمسة هتديني 2 ال 2 في 25 يديني 50 يبقى المسافة الكلية خمسين كيلو متر خمسين كيلو متر ده كيلو متر وده كيلو متر يبقى دي كيلو متر تعالي بقى نشوف سؤال رقم 3 وزعت سلمة 30 في المية من الكعك الذي خبزته فإذا وزعت سلمة 60 كعكة عايز العدد الكل الذي خبزته سلم طيب هنعمل ايه هاخد الجزء اللي هو هياخد الستين في مقلوب الكسر مقلوب الكسر اللي هو 100 على 30 شول صفر مع صفر ممكن نقسم على الثلاثة على الثلاثة فعال واحد ستة على الثلاثة فعال اتنين ومعي صفر هنزله هضرب البسط مع بعضه هيديني 10 في 20 هيديني 200 كعكة اخر سؤال في الصفحة دي ينفق خالد من راتبه 800 جنيه فإذا كانت النسبة المقاوية لو تمثل المبلغ لنفقه 20 في المية النسبة المقاوية له فإنه فما راتب الراتب ده عايز العدد الكلي العدد الكلي ثبت اللي معاك دي 800 فيه شاء الله بالكسر الثاني نخل المية فوقه العشرين تحت هنشل صفر مع صفر 80 على الاتنين 8 على الاتنين ها تديني 400 هنزله وهضرب البسط مع بعضه ما عادش عندي حاجة فيه المقام هنا 3 صفر بنزله والواحد فاربعة باربعة يبقى 4000 جنيه طالما راتب يبقى جنيه وندخل على الصفحة التانية بسم الله وسائل رقم 8 هنا بيقول لي اقرأ ثم اجب مستعينا بالنماسك اول حاجة هنا لده عامل بناء 750 طن من الحديد استخدمها منهم 40 في المية فما كمية الحديد التي استخدمها العامل بالاطنون انا عندي الرسمة دي كلها 100 تمام كده عندي الرسمة كلها 100 750 دول 750 على المية 750 على المية شل صفر مع صفر تبقى لعلى 10 7.5 يعني المربع عندي ب7.5 تمام كده ده قيمة كل مربع ب7.5 طن طيب هو عايز كام مربع عايز 40 في المية بياخد السبعة ونص اضربها في الاربعين بياخد السبعة ونص هنا طبعا هنلون 40 مربع هادي كده عشرة طبعا احنا مش هنلون قدي 20 هادي 30 هادي 40 مربع كده احنا بنقول لهم مربع ب7 ونص هنضرب هياخد السبعة ونص دي اضربهم في الاربعين مربعي اديني ناتي طبعا هنا هضرب فيه هننزل الصفر وممكن ما نكتبوش هشيل الصفر مع العلامة العشرية واضرب الاربع في 75 الاربع في 25 صفره معنا الاثنين الاربع في سبعة بـ 28 28 واثنين 22 واثنين وثلاثين يبقى تلتمية طن يبقى الكمية اللي استخدمها تلتمية طن تمام كده طيب هنا برضو لو هو هنحلها لو هنحل على طول هنا اللي ده العامل سبعمية وخمسين طن من الحديد الكمية كلها يعني هو عايز الجزء لو هو عايز الجزء هاخد هنضرب على طول هاخد السبعمية وخمسين أضربهم فيه الاربعين في المية اللي هي الاربعين على مية وطعا نشوف السؤال اللي بعده هنا بيقول لي مطجر لبيع المنتجات الغذائية لديه 25 كيلو جرام عندي 25 كيلو جرام من البرز باعة ما يومثل 30% طبعا النسبة المقوية هنا تحت هنعد بالعشرات أدي عشرة أدي عشرين أدي تلاتين طبعا اللي مش محتاجة أكتر من تلاتين أدي أربعين أدي خمسين طبعا لحد الأخر مية في المية أدي ستين بلاش نكمل كفاية هنا بيقول لي اللي ده المتجر اللي بيع المنتجات الغذائية عنده 25 كيلو من الارز بيع ما يومثل 30% مع عدد الكيلو جرام الارز اللي باح طيب أنا عندي هنا 35% من اللي باعه 30% فإحنا بنخلي 30% تحت هنا ما تقطع عشرة برضو فوق بقطع عشرة بيخد اللي 25 بقسمها على عشرة بقسمها على عشرة بخط علامة عشرية بعد رقم يعني 2.5 من عشر يعني احنا هنقطع كل واحدة ب2.5 من عشر أدي كده كمان 2.5 من عشر ودي كده كمان 2.5 من عشر أنا عايز أقبالها مين أقبالها 30 ده كده 0.25 من عشر كده بقت خمسة هنا زود 2.5 كمان ونص يبقى 7.5 يبقى عدد الكيلو جرامات التي باح هي كام 7.5 من عشر كيلو جرام وتعال نشوف طبعا أنا أعيز عن رسم بس مش محتاج حاجة تانية وتعال نشوف السؤال اللي بعد إذا كانت المسافة بين منزل شادي ومنزل جداته 800 كيلو متر قطع شادي ما يمثل 60% من المسافة عدد الكيلو متر التي قطعها شادي تعال نشوف هنا المربعات اللي عندنا بسم الله دواء دي طبعا عشرة من غير من عد دول 10 دول كده 10 800 على 10 هنشيل الصفر مع الصفر هتبقى لـ 80 يعني المربع عندي 80 دي 80 ودي 80 ودي 80 هو عايز 60% يعني هنعدي 6 ادي 3 ادي 4 ادي 5 ادي 6 دول كده 6 الواحدة منهم بـ 60 بـ 80 درق بـ 80 كيلو ادي 80 ودي 80 ودي 80 ودي 80 ودي 80 وهنعدي بقى احنا عدينا 6 اللي هو عايزهم في 80 وهنضرب إطلاع لإنتج نزل 0 6 8 48 وربعين يبقى 480 كيلو متر وتعنا نشوف السؤال الرقم 4 مدرسة بها 1000 تلميذ نجح منهم يمثل من نسبة نقوية 90 تلميذ فما عدد التلميذ النجحين في المدرسة طبعا عايز أجيب الجزء الأول الجزء عندي بكام عندي 1000 تلميذ المربعات دي 100 يعني باخد الألف أقسمهم على 100 هشيل صفرين مع صفرين هتبقى للجزء عندي بعشرة ده أول حاجة الجزء عندي بعشرة تمام هنا 90 في المية يبقى العشرة هاخد العشرة ده أضربها في التسعين العشرة في 90 بتسعم 100 طبعا هنظل كام هنظل 90 الجزء بعشرة وهم 90 زل ده كل وتعال نشوف السؤال اللي بعد يبقى 900 عدد التلاميذ الناجحين 900 طالب ناجح تعال نشوف رقم خمسة لدى رامي 5000 جنيه يريد أن يعطي زميله 20% ورامي معاه 5000 جنيه عايز يدي لزميله 20% من المبلغ فإذا أعطاه منهم 400 فإن المبلغ المتبك يعطيه رامي لزميله يكمل 20% بقيله كام عشان يكمل 20% أول حاجة هنجيب كومة الجزء هو معاه 5000 جنيه 5000 جنيه هنقسمهم على المية مربعة اللي عندنا عشان صفرين مع صفرين هاي بدأ لي 50 يعني المربعة عندي ده 50 عايزين 20 مربعة هو عايز 20% يعني 20 مربعة هم معنا تمام هناخد 50 دي هنضربها في 20 هنالتنين في 5 17 ومعنا صفرين هننزله يبقى 1000 جنيه هو عايز المتبقل هو عطا 400 يبقى بقيله كام هاخد 1000 جنيه ده اناقص منهم الربعة 100 هنالتنين 600 هنالتنين فكر اشترت عبير فستان بمبلغ 300 جنيه بعد الخصم وكان هذا المبلغ هو 80% من ثمن الفستان عايز ثمن الفستان الأصلي ثمن الفستان الأصلي ده اللي هو عايز الكل عايز الكل هاخد 300 جنيه اضربها في مقلوب الكسر خلي المية فوق 80 تحت شل صفر مع صفر وتعال نقسم 10 على 8 هقسم هنا 2 هتديني 4 وهقسم على 2 هتديني 5 ممكن هنا نضرب ممكن نقسم على 2 طب نضرب بعدين نقسم عندي صفرين هنزلهم و3 5 15 على 4 نقسم على 4 15 على 4 هننزل لل 12 12 على 4 تديني 3 وبقى معي كامل ال 15 نزل لل 12 يبقى معي 3 30 على 4 28 28 28 28 وبقى معي 2 20 على 4 5 يبقى 375 جنيه تعال نشوف السؤال اللي بعده اوافق او لا اوافق خزان 180 لتر من الماء استهلك 24 لتر منهم يقول امجد انه استهلك ما يمثل 30 في المية عايز النسبة المقوية النسبة المقوية لا ده هو مش عايز النسبة الماء ده هو استهلك 30 في المية من مياه الخزان هل توافقه هو جاي بالنتج تمام يبقى الخزان عندي 80 لتر الخزان عندي 80 لتر واستهلك 24 لتر 24 لتر دول عايزهم هم كام بالنسبة المقوية طيب يبقى احنا هنجرب 24 الجزء على بكل وكده عايز النسبة المقوية هو مطلع للناتج عايز يشوف ها صح ولا غلط في 100 في المية خلي المية في المية بره وتعالي نشئل صفرين لا صفر واحد مع صفر واحد 14 عالثمانية فيها الثلاثة الثلاثة في عشر هيدين تلاتين يبقى وفق وتعالي ناخد صفحة الاختبار يبقى احنا كده وحد خمس جرعة الثلاثة هتدين خمس لكل يو نقط ومقارنة بين كميتين مختلفتين من في النوع والوحدة المعدل مختلفتين المعدل نسبة حد سنة ماء نسبة مقوي تعال نشوف اكمل بسم الله تقطع رشا مسافة 60 متر كل خمس دقايق عايز معدل الوحد عايز الخمس دي تبقى واحد اتناشر متر لكل دقيقة تحتاج راني الاتنين كوب من الماء لكل تلاتة كيلو ارز عايز معدل الوحدة عايز التلاتة اتنين كوب ماء اتنين كوب ماء لكل تلاتة كيلو ده كده اه اتنين كوب ماء لكل اتنين كوب ماء لكل تلاتة كيلو ارز فإن معدل الوحدة طبعا هي اصلا اتنين كوب مية. اه ده كده هي اصلا في ابسط صورة. يبقى اقول له كوب اتنين على تلاتة كوب مية لكل كيلو جرام رز. ازا كانت سرعة النعمة القصوى هي سبعين كيلو متر في الساعة. فانا سرعتها من المتر في السنة. عايزي حول. تعال هنحول سبعمية سبعين كيلو متر في الساعة. واحد ساعة. عندي تحولتين. هم. كيلو متر ينزل تحت. والساعة فوق. عايزي حول من كيلو متر لمتر. الكيلو الكبير ياخد واحد والمتر ياخد الف. عندي السانية الساعة الكبيرة. السانية تلاتة تلاف وستمائة ساعة. هنشيل صفرين من هنا مع صفرين من هنا. هيتبقى لسبعة في آآ سبعين بسبعمية. على الستة وتلاتين. تعال انبسط. هقسم على الاتنين فوق وتحت. هقسم على الاتنين. هتدين التمامتاشر. هقسم على الاتنين. هتدين تلتمية وخمسين. ممكن نقسم على الاتنين كمان مرة. هتديني تسعة. هنقسم على. نقسم على الاتنين. التلتمية نصها مية وخمسين. وعندي كمان الخمسين نصها خمسة وعشرين. يبقى مية خمسة وسبعين. هننزل بقى لعدد يبلل اسم على التسعة. هنزل بعدد يبلل اسم على التسعة. طبعا التسعة في عشرة. تسعة في تسعين. التسعة في عشرين. التسعة في اتنين في تسعة تمامية وتمانين. او. التسعة في عشرين نخد التسعة في تسعة وتعشر. ودي التسعة. تعالى بقى نجرب التسعة في تسعة وتعشر الاول بكام. عشان نعرف نطرح. التسعة في تسعة واحد وتمانين. ومعنا الواحد. التسعة في واحد بتسعة. تسعة وتمانية سبعتاشر. يبقى مية واحد وسبعين. تعالى بقى نطرح المية خمسة وسبعين. زينا لحد المية واحد وسبعين. اتبقى معنا اربعة. يبقى تسعة تاشر واربعة على تسعة. تسعة وتاشر. واربعة على تسعة متر في السن. ساعة ابوة عصير سبعة وخمسة وعشرين من الماء لتر في انا ساعة على واب الميلي لتر. من اللتر الميلي لتر هضرب في الف. هضرب في الف وحرك العلامة تلات ارقام على اليمين. عندي منهم ركنامين. لسه بقي صفر بقناة سلوة. السؤال اللي بعده اكتب الناسب المقاوية المكافأة. عايزة نسبة مقاوية النص طبعا خمسين في المية مش محتاجة. ده محفوظة. والربع خمسة وعشرين في المية. طيب ما انتاش عارف. اللي تضربه في اتنين يديني آآ مية. اللي اضربه في اتنين يديني مية. هضرب في خمسين. هضرب في خمسين تحت هتديني مية. هضرب في خمسين فوقت الديني مية. شيل كلمة مية حطها نسبة مقاوية واكتب الخمسين. طيب اللي اربعة هضرب في خمسة وعشرين. هضرب في خمسة وعشرين تحت هتديني مية. وهضرب في خمسة وعشرين فوق هتديني خمسة وعشرين. تمام? هنا برضو هنضرب في عندي هنا الخمسة عايزة هتبقى مية هضرب الخمسة في ايه تديني مية طبعا هنا هضرب الخمسة في عشرين الاتنين في خمسة وعشر هو هضرب فوق في عشرين هاتي الديني اربعي يوبا بقت اربعين في المية تعال نشوف في السؤال اللي بعد ده اربعة وعشرين على مية هي نفسها اربعة وعشرين في المية ده مية على المية هاتي الديني واحد صحيح او مية في المية هي دي هي دي هنا تمانية على مية هي نفسها تمانية في المية لكن دي عشرة زودت صفر فوق صفرة تحت. بقت سبعين في المية. سبعين على مية. هنا خمسة وعشرين. هضرب الخمسة وعشرين لاربعة في خمسة وعشرين. هادي الدين مية. هضرب فوق في خمسة وعشرين. آآ اصدف اربعة. الاتنون في اربعة بتمانية. تمانية على المية بتمانية في المية. هنا العشرين. هضرب في خمسة. هضرب فوق في خمسة. خمسة في سبعة بخمسة وتلاتين. على مية اللي هي في المية. وتعالى نشوف اخر سؤال معنا. يبقى احنا كده خلصنا الحمد لله كل اسئلة الدرس. بسم الله. اذا كان معدل جلوس تلميز الفصل على المقعد هو ستين تلميز. لكل تلاتين مقعد. فهم عدد تلميز في كل مقعد. عايز عدد التلميز في كل مقعد. بسم الله. هو طب نقرأها تاني. معدل جلوس تلميز الفصل. تلميز الفصل على المقعد هو ستين تلميز. لكل تلاتين مقعد. هاخد الستين على التلاتين. هشيل الصفر مع الصفر ستة على التلاتة هتدين اتنين. يبقى عدد التلميذ اتنين تلميذ. مدرسة بها تلتمية تلميذ اشتركها في الرحلة ستين في المية. عايز العدد التلميذ اللي اشتركه في الرحلة. المدرسة بها كلها تلتمية تلميذ. يبقى هو عايز الجزء. هو عايز الجزء. هياخد التلتمية اضربها في الستين على مية. هنشيل صفرين مع صفرين التلاتة في ستة بتمانتاشر وبنزل الصفر يبقى مية وتمانين تلميذ. اخر سؤال معنا فصل دراسي به تمانين في المية نجح منه تمانين في المية من عدد التلميذ. فاذا كان عدد النجحين اربعين تلميذ. فان العدد الكلي عايز الكلي هاخد الاربعين اضربها في مقلوب الكسر. اللي هو المية فوق والتمانين تحت. هنشل صفر مع صفر. وهنا هقسم على خلينا نترك ادي ربعمية على التمانية. اربين على التمانية في الخمسة ومعيه صفر بنزله. يبقى خمسين تلميذ. كده الحمد لله احنا خلصنا كل اسئلة الدرس. ان شاء الله الفيديو القادم هنياخد الدرس الحداشر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.